أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بالتوسيع نطاق الاثثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة إلى جانب الاثثمارات الحالية دعينا شركات إلى عرض خططها للعمل في مصر جاء ذلك خلال اجتماعهم وممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بسطوق المصرية في قطاعات مختلفة حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتدم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة والعمل كذلك على تدليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات كما أشار مدبولي إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصري سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ونظير في كورية الجنوبية ويظهر هذا بهضوح في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات وصناعات مغذية التي تنفذها الشركات الكورية في مصر